التشارك أكثر من مرة بنفس المجلد يوفر ويندوز إمكانية التشارك أكثر من مرة بنفس المجلد وذلك لعدة فوائد منها أنه إذا كان لديك عدة مجلدات متشارك بها ومن ثم قمت بدمج تلك المجلدات في مجلد واحد فإن المستخدمين الذين اعتادوا على استعمال تلك المجلدات لن يتمكنوا من إيجادها حل هذه المشكلة هو أن تقوم بالتشارك بالمجلد الجديد أكثر من مرة وفي كل مرة تجعل الإسم التشاركي مطابقا لأحد الأسماء التشاركية التي اعتاد المستخدمون على استخدامها لعل فهم هذه الفكرة سيصبح أسهل بعد تقديم المثال التالي لقد قمنا في درس سابق بالتشارك بهذا المجلد وقد أعطينا هذا الإسم التشاركي سنقوم الآن بالتشارك مرة أخرى بنفس المجلد وسنعطيه اسما تشاركيا جديدا للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية أولا اضغط بالزر الفأرة الأيمن على رمز المجلد ومن ثم اختر الأمر شير ثانيا لاحظ ظهور هذا الزر المعنوى نيو شير أي تشارك جديد والذي لم يكن ظاهرا من قبل السبب في ظهور هذا الزر هو أن المجلد متشارك به أصلا ويظهر الاسم التشاركي له في هذا الحقل سنقوم الآن بالتشارك بالمجلد مرة أخرى وذلك بضغط الزر نيو شير ثالثا كما تعلمنا سابقة أدخل في هذا الحقل الاسم التشاركي الذي تريد ومن ثم أدخل في هذا الحقل أي وصف تريد يمكنك أيضا أن تحدد العدد الأقصى للمستخدمين بنفس الطريقة التي تعلمناها سابقة رابعا لتحديد صلاحيات الوصول إلى المجلد اضغط الزر Permissions سنقوم بإلغاء مجموعة Everyone وسنقوم بإضافة مجموعة المشرفين Administrators راقب كيف نقوم بذلك الآن سنعطي لهذه المجموعة صلاحيات كاملة وذلك بوضع إشارة في هذا المربع لإغلاق النافذة وتطبيق التغييرات يجب ضغط الزر OK في هذه النافذة أيضا يجب ضغط الزر OK لاحظ ظهور الاسم التشاركي الجديد للمجلد في الحقل هنا لكن ماذا حصل للاسم التشاركي السابق؟ ذلك الاسم ما زال موجودة ويمكنك استعراض خصائصه التشاركية بالضغط بالزر الفأرة الأيسر فوق هذا الحقل ومن ثم اختيار الاسم من القائمة من الضروري جدا أن تنتبه إلى أن خصائص التشارك الظاهرة في الحقول الظاهرة في هذه النافذة تكون خاصة بالاسم التشاركي الذي يظهر في هذا الحقل لاحظ ظهور هذا الزر الجديد سنتحدث عن وظيفة هذا الزر في الدرس التالي لنقم بمحاولة الوصول إلى هذا المجلد باستخدام الأداء My Network Places كما فعلنا في الدرس السابق لاحظ ظهور الاسمين التشاركيين لنفس المجلد هنا وهنا لقد قمنا بتسجيل الدخول إلى هذا الحاسب باستخدام حساب المستخدم أحمد والذي له صلاحيات المشرف لكن إذا قمنا بمحاولة فتح المجلد باستخدام هذا الاسم التشاركي ستظهر رسالة الخطأ التالية السبب في ذلك أننا عندما قمنا بالتشارك بالمجلد باستخدام هذا الاسم التشاركي أعطينا صلاحية الوصول إلى المجلد فقط لحساب المستخدم حمزة لنقم بصرف نافذة رسالة الخطأ وذلك بضغط الزر OK عندما قمنا بالتشارك بالمجلد للمرة الثانية باستخدام هذا الاسم التشاركي أعطينا مجموعة المشرفين الصلاحيات الكاملة للتحكم بالمجلد ومما أن حساب المستخدم أحمد الذي استخدمناه لتسجيل الدخول له صلاحيات المشرف إذن يجب أن نتمكن من فتح المجلد باستخدام هذا الاسم لنقم بتجربة ذلك لاحظ أننا تمكننا من فتح المجلد إذن بالرغم من أن الاسمين التشاركيين هما لنفس المجلد إلا أنه يمكننا أن نحدد لهما صلاحيات مختلفة بهذا ننتهي من الحديث عن التشارك بالمجلد أكثر من مرة لكن ما زال هناك الكثير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر